بين الحين والآخر يعود ملف الإعدامات إلى الواجهة مع إعلان الحكومة عن تنفيذ حملة جديدة بحق معتقلين آخرها إعدام 21 شخصا بينهم امرأة بتهم تتعلق بالإرهاب إلا أن غالبية أسر الضحايا وجهات حقوقية دولية تؤكد أن المدانين لم يخضعوا إلى محاكمة عادلة وتم استحصال اعترافات منهم تحت التعذيب في الأعوام الأخيرة أصدرت المحاكم في العراق مئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد إثر محاكمات نددت بها منظمات حقوق الإنسان حيث اتهمت منظمة العفو الدولية القضاء في العراق بإصدار أحكام إعدام ظالمة مشيرة إلى أن العدالة في هذا البلد أدخلت الآلاف من الرجال والصبية في طابور الإعدام بعد اعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه وأنواع أخرى من سوء المعاملة وأكدت المنظمة أن الإرادة السياسية لإصلاح المنظومة القضائية غائبة لدى النظام الحاكم الذي يضم ميليشيات مسلحة ويؤكد صحفيون وناشطون أن الإعدامات في العراق باتت تنفذ سراً وبدون سابق إنذار ولا إعلام لعائلات المعدومين ولا محاميهم لتجنب ردود الأفعال من بعض المنظمات الحقوقية ما يؤكد أن النظام الحاكم في العراق يستخف بكل التقارير التي تنتقد العدالة الغائبة وبيانات منظمات حقوق الإنسان التي تطالبه بإعادة محاكمة المتهمين وفق شروط العدالة وفي ظل غياب الشفافية في عمل وزارة العدل لا يعلم على وجه التحديد عدد المحكمين بالإعدام ولكن تقديرات منظمات حقوقية تشير إلى أن العدد يفوق الثمانية آلاف محكوم ويؤكد خبراء دوليون أن عمليات الإعدام الممنهجة التي تنفذها السلطات في العراق بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية بينما تنتقد منظمات حقوقية سوء الظروف الإنسانية في السجون لا سيما في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط كثير من العراقيين أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة